رب يبارككم أخواني واخواتي الأعزاء الرب يحفظكم ورب يملاكم بالفرص العظيمة هذه الحلقة رقم 781 في علوم المتافيزيكس ونكمل فيها مناقشات الجزء الثالث من الكتاب الرائع السحر في عقلك اسم الكتاب للمفكر واحد الرائعين في علوم المتافيزيكس أويل ستانلي أندرسون أيضا مع الملاحظة أن الحلقة رقم 780 كانت هي جزء الثاني كانت حلقة مهمة من هذه المناقشات وفي تلك الحلقة وضحنا حقيقة أمور مهمة جدا 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 في الفروقات بين التفكير المنطقي والتفكير الإلهي ووضحنا أيضا معاني الاتصال المعرفي الكوني الذي يسمى الإلهام ونحن قلنا هذه تسمية غير صحيحة التسمية الصحيحة هي الاتصال المعرفي الكوني في النجاح لتحقيق الأهدف في هذا الجزء نوضح أهمية الإصرار والاستمرارية أنك تبني البناءات الإيجابية وأن الهدف متحقق يجب أن تعرف أخي وأختي ليس هناك أي شيء صعب لا تستطيع أن تحققه إذا تصر وبإرادة على العيش في الهدف وهو متحقق أؤمن واستمر بالعيش والهدف متحقق تحتاج أن تطور مهارات كيف تؤمن أكثر بهدفك هدفك هدف إلهي خطتك خطتك مشاورك دراساتك سفرك مشاريعك هي خطط إلهية نوضح أولا أيضا من الكتاب القصة المعروفة في أمريكا والتي أسمي قضية دراي هول كيسي هذا الشخص الذي يعيش بحرفة التنقيب والبحث عن النفط فلمدة 35 عام صرفها من حياته ينقب عن أماكن تواجد النفط حيث قام بالتنقيب بحوالي 44 موقع كما يذكر في الكتاب لكن محاولاته كلها باءت بالفشل حتى في النهاية الشركات التي كانت التي كان هو يتعامل معها الشركات لم تثق به وعرف بهذه التسمية التسمية دراي هول كيسي دراي هول بمعنى البئر الجاف أو الحفرة الجافة هو هكذا أعطوه هذه التسمية نقرأ من الكتاب أفضل أمامكم هذا الكتاب مرة أخرى اسم الكتاب The Magic in Your Mind السحر في عقلك المؤلف أويالي ستانلي أندرسون نناقش هذه القصة المثيرة وسوف تجدون كيف الكون تحرك وكيف الكون فتح لهذا الإنسان أو لهذا الشخص الفرص الغير المحدودة في أنه ينجح في هذا المشروع يقول In a little village on the western slopes of the great divide هذه المنطقة الwestern slopes أريد أن أريكم هذه المنطقة هو عاش في كوليرادو في منطقة اسمها الwestern slopes of the great divide هذه شكلها أخذوا الفكرة عليها رجاء هذه فلو تجدون فيها مناطق جبلية فيها تلال وهذه صورة أخرى لاحظوها فهو يعيش في هذه المنطقة مقاطعة كوليرادو التي تتصف بوجود التلال والجبال والطرق الصخرية Lived a man whose entire life had followed one ignominious pattern هذا المصطلح ignominious pattern ننتبه عليه هذا الشخص عاش بحياة الفشل الناس بدأت تراه أنه لا ينجح ليس لديه حظ هو هذا المصطلح ignominious يعني الناس يروه يقولون هذا الشخص غير محظوب هذا الشخص فشله هكذا غير ناجح أو غير موفق في حياته ما هو السبب يقول الكاتب يقول الكاتب for 35 years he had been an oil well driller and had followed the front tires of oil exploration throughout the United States during that time he had drilled 44 wildcat wells and not one of them had made a strike 35 سنة هذا الشخص يناقب يكتشف يحاول أن يكتشف النفط في مناطق متعددة في أمريكا 35 سنة لم ينجح بحيث حتى يعني خلال هذه 35 عام ننتبه الآن قام بالكشف أو مسح مناطق ما يقارب 44 منطقة تنقيبية هذا المصطلح باللغة الإنجليزية شباب wildcat wells ننتبه إليه wildcat wells هذا مصطلح واحد يشير إلى ترجمته بئر نفطي آبار النفط هذه هذه الصور فهذا باللغة الإنجليزية يسمى wildcat wells فهو مسح كشف اشتغل ب 44 منطقة تصور يعني 44 منطقة لمدة 35 عام ولم يعثر على أو لم يكتشف النفط فطبعا هنا هذا الشخص يصاب يعني يصاب بخيبة أمل ممكن يفقد ثقته بنفسه وهو عاش يعني عاش الإحباب يقول الكاتب he had drilled in Texas Oklahoma Kansas Louisiana California New Mexico ويستمر يعني يذكر المناطق في أمريكا التي قام بالتنقيب عن النفط في تكساس وأكلهاما هذه المقاطعات أو المدن الكبيرة في تكساس أكلهاما Kansas Louisiana وكاليفورنيا ونيو مكسيكو أريزونا كولارادو لم يجد ماذا حدث بعدها الشركات النفطية فقدت الثقة به يقول oil operators wouldn't hire him anymore فالشركات النفطية لم تثق به ولم تشغله 35 سنة تصور يعني ولهذا أسمي بعدها he became known as dry hole كيسي dry hole يعني أسموه لقب التصق به البئر الجاف هكذا يعني تسميه هو شخص جيد هنا يعني الكاتب يقول a nice guy شخص جيد يعني شخص سلوكه جيد طيب القلب a nice guy but strictly out of luck out of luck عفوا هو شخص جيد شخص طيب لكنه غير محبور غير محبور finally he took a job in a Colorado mine and he cut out his days without hope في النهاية بعد 35 عاما في النهاية اشتغل بشركة نفط أو شركة تنقيبية لكن فاقد الأمل ماذا بقى لديه بقى لديه ماكنته هذا يعني هو كان يملك هذه الماكنة ففي كل نهاية اسبوع هو واضح هذه الماكنة واضح في بيته أو خلف بيته ونهاية كل اسبوع ينظفها يعتني بها فقط أوكي شباب طيب الموقف الآن سوف يتغير سوف تنفتح له أبواب جديدة وفرص جديدة الآن معجزة تحدث وحقيقة يعني قصة في غاية الإثارة والدهشة ماذا يحدث نقرأ one day in late spring في أحد الآيام وفي آواخر فصل الربيع when the snow stood in broad glittering fields on the slopes of the mountains and the rivers and streams were high and roily he wandered up into the woods and sat gazing over the valley the valley was a basin hemmed in one three sides by precipitous intrusions of granite and these mountains had been productive of many minerals lead zinc silver dunningston manganese our friend gazed to the west to where the basin sloped down to a plateau suddenly his mind formed the perfect picture of faulted anticline a predominant type of subsurface oil trap the image seemed superimposed over the scene before his eyes so that he could almost see the oil below the surface of the ground في أحد الأيام في نهاية فصل الربيع خرج من البيت اتجه أين اتجه إلى هذه التلال والجبال يتمشى الآن وصل إلى وادي هذا الوادي ننتبه الآن هذا الوادي عبارة عن وادي مليء بالصخور و محوض محوض يعني شكله شكل الحوض واضح وهذا الوادي يشمل صخور الجرانيت صخور الجرانيت كأنه شكل أريد أريكم شكل مادة الجرانيت فعندما تشاهدون الصور تعرفون يعني في أي مكان هو بالذات هذا الجرانيت وتجدون مثلا في سواحل البحر هذه الصخور موجودة وفي الجبال موجودة وفي بعض الغابات موجودة أعتقد صور أخرى لدي ممكن هذه لاحظوا هذه التلال الصخرية فيها جرانيت فهو هناك في تلك في ذلك المكان الذي يكون على شكل وادي ونظر باتجاه الغرب الآن هو ينظر باتجاه الغرب يعني في تلال أو في في هذه تلال هو واقف على وادي ونظرته باتجاه الغرب هذه المنطقة معروفة أساسا فيها أيضا عناصر أخرى مثل الزينك والسيلفر والمانغانيز والتونغستن هذه يعني المنطقة معروفة بوجود بكثرة هذه العناصر المعدنية وهناك وجد منطقة في الوادي تكون على هذا الشكل فقط من أجل يعني أن تكون لديكم رؤية هذا التقوس لاحظوا أنا هنا أعتقد أكبر الصور فقدناها ممكن الصورة طيب مش مشكلة فعرفتم هذا المصطلح الصخور 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 القوسية لاحظوا على شكل هيك يعني تقوس فهو في هذه النظرات والتركيزات بدأ يشعر يحس بمعنى الكون اتصل معه يقول أنه تحت هذا الأنتي كلين هو اسمه الأنتي كلين هذا التقوس الصخري تحته هناك نفط نعتقد واضح أوكي شباب فقط يعني وضحنا بعض المصطلحات من أجل أن تكون لكم رؤية يعني أو وضوح في أي مكان هو و كيف يعني شيء فشين وصل إلى هذه المنطقة وبدأ بالإحساس أن هناك تحت هذا الأنتي كلين نسميه الأنتي كلين التقوس الصخري هناك نفط يقول أصبح إرباك يعني هو يرى هناك نفط فبالطبع يعني يندهش يرتبك أكثر وهذا الاتصال الكوني لم يستطع أن يقاوم هو couldn't resist it صاحبنا لم يستطع أن يقاوم التأكيدات الصوت الإله يقول أن هذه المنطقة فيها نفط it seemed like a sudden visitation from heaven and he left the mountain side absolutely certain that within the small valley lay a major oil field كأنه فكر من السماء تأكيدات سماوية زيارات سماوية كما يعني يسميها الكاتب visitation from heaven يعني هذه الرؤى تأكيدات أن هناك نفط فمباشرة غادر المكان وهو على يقين أن هذا الوادي الصغير يحتوي على بئر نفط أو حقل نفطي لديه قناعة تامة ماذا عمله حتى ترك عمله يعني لحظ قوة التأكيد أو قوة الشعور قوة التأكيد أو قوة الشعور الثقة المطلقة جعلته يترك عمله شعر أن تحت هذه الصخور في تلك المنطقة هناك نفط فَنَكْس دَي نُكْمِل نَكْس دَي هِي قِت هِي جَب وَنَكْس وَنَكْس مَنَجْ تُحْر اُقْر أَل لِس أَلَيْس أَلَنْ هِي وَنْ اَلَيْس أَلَيْهِ أَلَيْهِ تَرَكَ عَمَلَهُ وَقَامَ بِحِسَابَ كَمْ لَدَيْهِ من مال من أجل أن يقوم بتأجير المنطقة ومن أجل أن يبدأ الآن بالتنقيب متأكد يعني لديه شعور حاسم أن هذه المنطقة فيها نفط أين التحدي الآن؟ التحدي كيف يبدأ بالمشروع؟ لأن مثل هذه المشاريع تحتاج رأيس مال Now he had to raise capital to complete his leasing arrangements and provide funds to drill an initial well أَغَرَغَنْ تَوْنْ تَسْك هذا المصطلح جميل جداً باللغة الإنجليزية يعني هائل تعونا نوضح إذن التحدي هو يجب أولاً أن يكون أو يحصل على مبلغ كبير من المال لأنه يجب أن يؤجر آلات أخرى يجب أن يؤجر عمال يجب أن يؤجر المنطقة أليس كذلك؟ وهذا عمل هائل بالنسبة إليه الآن هو خمسة وثلاثين سنة يفشل 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 والشركات النفطية لا تثق به فمن أين يأتي بهذا المال الكبير؟ Since everyone who knew him and knew also his history of failure لأنه كل شخص تعامل معه فيعرف من خلال تاريخ هذا الشخص أنه فشل في الحصول أو اكتشاف حقيقي للنفط but the vision in his mind persisted ننتبه الآن البناء الإيجابي الذي في عقله يصر إذن لديه الناس لا يثقون به الشركات لا تثق به ولديه الفكرة تصر على أن هناك نفط هذا الموقف أيضاً ممكن يواجهك فأنت تجد هناك فكرة في بالك البناء الإيجابي نسميه الكون يقول لك اتبع هذا الطريق امشي بهذا الطريق لكن ممكن الناس ينتقدوك ممكن الناس يقولون لك أنت فشلت في المرة الأولى والثانية والثالثة فلا تكرر لا تحاول وهذا يحدث لكثير من الناس ونجد كثير من الناس استسلموا إلى انفعالات الفشل استسلموا لكلام الناس رضخوا لكلام الناس وتركوا أهدافهم لكن الصورة بمعنى النداء الإلهي الذي يقول له هناك نفط في تلك المنطقة أصرت هذه الصورة أصرت يعني تقول له أنه يجب أن يستمر بهذه الخطة ماذا عمل بعدها يقول الكاتب يقول الكاتب يقول الكاتب ماذا عمل صاحبنا أخذ باس إلى في المدينة باتجاه الشرق يتحاور مع الناس ممكن أصحاب بنوق ممكن أشخاص يعرفهم من أجل أن يعطوه مال حاوله لمدة أسبوع لم يستلم أي مال شعر بالإحباط نجده الآن جالس في حديقة هو هذه المفاجئة الجميلة جالس في الحديقة محبط الصورة في عقله تقول هناك نفط لا يملك المال خمسة وثلاثين سنة فشل كيف يحلها إذن جالس في الحديقة ويشاهد رجل كبير في العمر كما تقرؤون يطعم السناجب سنجاب هو جالس ويشاهد رجل كبير في العمر يطعم يعطي الطعام إلى سناجب كان اليوم جميل مشرق it was a bright warm day and the squirrels were active playing and cloning over the preferred food and the two men laughed at their antiques and each told the stories of other squirrels and other times and agreed that the foibles of humanity weren't shared by animals warned at each other's company they agreed to lunch together at a nearby restaurant هو بدأ يرى السناجب كيف تقفز من شجرة إلى شجرة وكيف تلتقط الطعام الملقى لها وأيضا هذا الرجل الكبير أيضا يستمتع بوقته وصاحبنا أيضا يرى السناجب والمنظر فكاهي فهو بدأ يضحك وهذا الرجل الذي يطعم السناجب أيضا يضحك وبدأ نوع من النقاشات والحديث بينهم أصبح التعارف وقرروا أن يذهبوا معا إلى مطعم إلى مطعم قريب من هذه الحديقة يتناولوا الطعام نكمل صديقه الجديد بدأ بالاهتمام بهذه القصة وصديقه الجديد بدأ يسأله حول هذا البناء الإيجابي عندما كان صاحبنا في تلك المنطقة لأن البناء الإيجابي أتاه أو الفكر الإله أتاه في تلك المنطقة فبدأ صاحبنا يسرد له القصة شعوره أنه يشعر يحس أن هناك نفط في تلك المنطقة صديقه الجديد كما تقرؤون سيمد امبرست اهتم بهذا اهتمه اهتم بالموضوع ونجد الآن صديقه الجديد يقول له هذا فقط في المطعم يعني كل شيء حدث في المطعم صديقه الجديد يقول له how much money do you need كم تحتاج من المال صاحبنا الذي لديه مهنة التنقيب حرفة التنقيب عن النفط يجيب يقول 50,000 دولار 50,000 دولار 50,000 دولار طيب نحن ماذا عملنا حولنا مبلغ 50,000 دولار بعملة اليوم هذا الكتاب شباب كتبه عام 1961 الكتاب الذي نناقشه كتبه 1961 فاحتمال احتمال ان هذه القصة قصة صاحبنا الذي ينقب على النفط ممكن تكون في الخمسينيات أليس كذلك؟ فعملنا تحويل للقيمة للمبلغ فنضع هنا خمسين ألف دولار في عام 1955 فالمبلغ الحالي الذي يقابل قيمة خمسين ألف دولار ما يقارب 490 ألف مواقع أخرى أيضا حسبتها كان المبلغ 480 ألف على العموم فممكن يعني ممكن هذه القصة حدثت 1955 أو ممكن 56 مثلا إذا 56 ممكن المبلغ 400 1983 إذا القصة حدثت نقول مثلا 58 فالمبلغ ما يزال يعني كبير جدا 400 455 لو القصة حدثت 1959 فما يزال المبلغ ما يقارب نصف مليون دولار وإذا حدثت 1960 ما يقارب 444 ألف أيضا مبلغ كبير وإذا 61 فما يزال يعني كبير جدا 400 ألف وتسعة وثلاثة فنحن افترضنا قلنا 1955 هكذا تلاحظون فالمبلغ ما يقارب 490 ألف الآن صديقه الجليد وافق قال هذا صديقه الجليد الآن قال سوف أعطيك المبلغ I will provide it سوف أجهزك وأيضا عندما أجهزك بالمبلغ فنحن طبعا نصبح شركاء بالتساوي الكاتب يقول It seemed incredible يعني كانه شيء معجزة الذي يحدث هذا But there it was a chance acquaintance ship on a park bench كأنه يبدو ممكن يعني للمستمع كان يبدو هذا حظ حدث يعني هيك فجأة في الحديقة أو في البارك فهذا الشخص التقابي الشخص الذي يطعم السناجب يعني ممكن القارئ يعتبره نوع من أنواع الحظ فالآن تجهز المبلغ المبلغ حاضر الآن And the money was provided يعني أعطي المبلغ It is almost anticlimactic to relate that the subsequent will discovered a ritual field there simply was no alternative and the man who put up the money knew that it would He had had sufficient experience with the power of inner vision to manifest in the world to be absolutely sure of his position He didn't dwell for a moment on his partners previous failures only on the vision that possessed him now هذا الشخص الذي أعطاه المال شعر يعني شعر بحقيقة القصة يعني الشخص الذي جهزه بالمال أيضا اقتنع بوجود النفط وليس هناك أي مجال آخر يعني الشخص الذي أعطى المبلغ أيضا اقتنع بوجود النفط وليس هناك أي شك يقول هنا وعن طريق هذا البناء الإيجابي أو عن طريق هذه الرؤية نجح صاحبنا أخيرا وأصبح أثريا يعني هو اكتشف النفط في حين يقول when his whole previous life had been one and a broken line of failure في حين كل محاولاته السابقة كانت داما تفشل الآن هو يحول يعني هذا التوضيح إلى سؤال ما هو السبب لماذا هذا الشخص خمسة وثلاثون عام فشله قبل أن أيضا نستمر بالتوضيح أريد أن أسألكم لماذا باعتقادكم هذا السؤال لو تجيبوننا السؤال لماذا باعتقادكم فشل كل هذه السنوات في العثور على بئر نفطي موجود فيه نفط ما لا تعتقدون من دراساتكم في علوم المتافيزيكس يا عزيز تفضلي صح 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 جدا إذن إذن الشكوك والمخاوف أيضا هل هناك آراء أخرى هناك طبعا أمور أخرى مهمة نناقشها ممكن كان عنده كمان تعلق بالهدف وممكن كان يعتقد أنه أنه هيحصل على الهدف بالجهد الجسدي والتفكير المنطقي بالجهد الجسدي والتفكير المنطقي هناك سبب مهم أيضا هناك ممكن ما كان يطبق البناء الإيجابي صحيح جدا لم يكن يطبق البناء الإيجابي صحيح جدا ممكن ما كان اتحاده بالكون كان ضعيف بالطبيعة لأن الفكرة أتته تحديدا في اللحظة اللي كان فيها يعني يتجول في الطبيعة كان اتحاده احتمال أعلى في هذه اللحظة إضافة لليه قلت تقصدين سابقا هذه الخمسة وثلاثين سنة اتحاده بالكون ضعيف في المحاولة الأخيرة كان اتحاده كان اتحاده بالكون قويا هذا الذي تقصدي طيب هناك سباب أخرى هذه كلها صحيحة ورائعة طبعا الأجوبة صحيحة جدا جدا شخص يقول لأنه لم يتصل مع الكون صح طبعا شخص آخر يقول أستاذ اعتقد كان عنده شك في عدم وجود بيرنفطي الشيء المهم الآخر أريد أن أكمل إجاباتكم مرة أخرى صحيحة جدا ورائعة الشيء الذي يذكره الكاتب وسوف أيضا نقرأه مهم جدا يعني السبب الآخر يقول بسبب كثرة الفشل فهو بعدها لم يكترث لما يحدث بمعنى وصل إلى فكرة الاتحادية المطلقة بمعنى أريد فقط أيضا أنه وضح بمعنى أنه فتح للكون المجال أن يتصل به أنه فتح للكون المجال إن هذه إن فقط أريد أن أقول الفضاء إن الكون يتصل فيه هذا ما يقوله الكاتب هذا ما يقوله الكاتب ما يقوله الكاتب بسبب كثرة الفشل فهو بعدها لم يكترث لما يحدث بمعنى لم يكترث لكلام الناس لم يكترث بأي شيء نسى كل ظروفه بمعنى بمعنى عندما الإنسان الآن يبدأ لا يكترث لأي شيء فهو يصل إلى الاتحادية المطلقة فهنا عندما وصل إلى هذا المستوى الكون انفتح أو اتصل به واضح هاي النقطة المهمة شباب وهذا ايضا اعتقد كثير من الناس مروا بهذا الموقف فكلنا نسمع كلنا نسمع العبارات التالية شخص يقول سوف اعمل هذا المشوار لا اكترث لا اكترث انا مثلا تعبت من حياتي لا اهتم حتى باللغة الدارجة يقول هيك يعني يكتبون واللي يصير خلي اي شي يحدث هاي باللغة الدارجة هذه هذه نقطة ما يقوله الكاتب اقصد فقط اريد ان اوضح هذا هذا سبب نجاحه في اكتشاف النفط هذا الذي اريد ان اقوله يعني ممكن هذه اجوبة سبب الفشل انا اريد ان اضيف الى اجوبة سبب الفشل سبب اخر السبب الاخر كان يهتم ويتأثر باعتقادات الناس وبالتالي فهو عندما يبدأ بمشروع تنقيب ما يقوله تجربة هو فشل سابقا فعندما يريد ان يجرب مرة اخرى فبالطبع هناك ما يسمى الخوف من الفشل في المحاولة الجديدة وهذا الخوف من الفشل كثيرا يصيب الناس الخوف من احتمالية عدم النجاح الان 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 يبدأ يقول why should they have failed يعني هذه تجاربه السابقة لم اقرأ اعتقد يعني هي هذه نفس الامور التي ناقشناها تجاوزتها الان هو يتساءل الكاتب يقول لماذا فشلت كل محاولاته السابقة فنحن ناقشناها باللغة العربية لكن نقرأها الان باللغة الانجليزية they failed because the vision he possessed then was one of failure لماذا فشلت محاولاته السابقة مرة اخرى يعني اكرر فيقول الكاتب هو هنا كان يفكر بحوادث الماضي فشلوا في الماضي فكلما كانت هناك تجربة تنقيب جديدة كان فشل الماضي يغلبه ok sure he would have denied it but it was true وربما هو هذا كلام الكاتب وربما هو حتى ممكن نكر فشل الماضي لكن في اعماقه كان يؤمن بفشله perhaps هنا انا في السطر الاخير perhaps a sense of the great hazard connected with searching for oil lay as the crux of his subconscious perhaps he felt that the odds were against him طبعا هنا ايضا هذا ريد نظيفه الذي يقوله الكاتب اسباب الفشل يعتقد ان الظروف ضده وهذا ايضا يصيب اكثر الناس يصيب اكثر الناس فيعتقد الانسان انه غير محظوظ غير ماذا غير محظوظ يقول هنا ايضا perhaps he was conscious of the fact that there are millions of acres of land without oil under them ايضا السبب الاخر يذكر هنا سبب اخر مهم هو ممكن كان يعتقد ممكن كان يعتقد ان اماكن كثيرة ليس فيها نفط ايضا هذا الاعتقاد السلبي لاحظ كان يعتقد ان اماكن كثيرة ليس فيها نفط فممكن فممكن هو عندما يحاول عندما يحاول ببحث جديد يبدأ يفكر من احتمالية ان المنطقة الجديدة تكون فارغة او خالية من النفط تكون خالية من النفط في حين ايضا اريد ان اضيف اخواني واخوات يجب ان نعرف هذا في كل هذه الاسباب اسباب الفشل هو لم يركز كما انتم وضحتم لم يركز على قوة الكون في ان يقوم الكون بتجهيز هي للهدف فهذا يجب ان تركز عليه شباب ننتبه رجان الى هذا الامر ان هدفك دائما ابني عندما تريد ان تحقق هدف لا تترك هذه النقطة انك تركز على ان الكون هو الذي يملأك بالفرص وإلا وإلا ماذا تقولون ماذا تقولون حول حول العجوبة هذه عجوبة تعتبر حول العجوبة كيف في حديقة في حديقة يلتقي بشخص وهذا الشخص يزوده بالمبلغ بمعنى بمعنى من هذه القصة ان الكون يفكر ان الكون يفكر بحسابات بعيدة جدا جدا عن تخطيطاتنا فهذا يعطينا معاني كثيرة ان الكون يفكر بحسابات بعيدة جدا عن تخطيطاتنا واعتقاداتنا فانتبه إلى هذا يعني انتبه جيدا اقرأه هنا يقول الكاتب على العموم ان اني كيس على العموم his vision was one of failure from whatever cause and he was led into those arrangements that would inevitably cause him to put his drill bit down in barell soil and in two cases where he actually had drilled on productive land he once had ceased making hole only 27 feet above the productive formation and another time fell to make a test of a sand that later produced several millions barrels احدى المحاولات يذكر الكاتب هذه النقاط المهمة هناك محاولتين سابقتين ما يقوله الكاتب المحاولة الاولى هو حفر في منطقة ووصل بالحفر الى لحظوا 27 feet 27 feet يعني 27 قدم لكنه توقف هو لم يستمر بالحفر يعني ممكن هو لو حفر اكثر من 27 قدم ممكن يجد نفط لكنه لماذا توقف لأنه هو يؤمن بالفشل او ممكن احساس الفشل يراوده يقول له توقف توقف لا تجد اي نفط هناك هذه المحاولة الاولى والمحاولة الاخرى يذكر الكاتب يقول هناك منطقة هو لم يعمل لها فحص فحص لرمال المنطقة لكن بعدها اتت شركة اخرى اتت شركة اخرى وهذه المنطقة التي هو لم يعمل لها فحص او كشف اتت شركة اخرى و اكتشفت هذه الشركة ان هذه المنطقة تحتوي على لاحظه ملايين من براميل النفط لكن لا يمكن اتساعده انه فقط اتساعد اتساعد الان اتساعده الان فهو لم ينجح لانه نظرة الان هي نظرة الفشل التي كان يحملها في وعيه لكن في المحاولة الاخيرة نقرأ الان هذه المحاولة الاخيرة التي تكلمنا حولها عندما اكد له الكون قال انه في تلك المنطقة هناك نفط لحظة رأى في وعيه ان هذه المنطقة تحتوي على نفط عرف انه في هذه المنطقة موجود نفط هنا في هذه اللحظات لم يكن هناك اي شك في وعيه لحظة فعندما تزال الشكوك بمعنى يجب ان تعرف ان الاهداف تبدأ تتحقق اذا من الذي يوقفنا عن تحقيق الاهداف الذي يوقفنا عن تحقيق الاهداف هي الشكوك حتى يقول هنا شيء مهم يقول وفي المحاولة الاخيرة لم تكن هناك ممانعات يعني لم تكن هناك مشاعر سلبية تقول له لا تقوم بالبحث غير موجودة انتهت فرؤيته بناءه الايجابي في تلك اللحظات هو من اجل التطبيق لاحظة نكتب هذا مهم بناءه الايجابي بناءه الايجابي بمعنى من اجل ان يبدأ التنفيذ ولا يشك ابدا ولا يشك ابدا الان يتساءل ايضا الكاتب why did he finally have a positive vision طيب لماذا في المحاولة الاخيرة اصبح له قناعة تامة ثقة تامة ان هناك نفط في تلك المنطقة لماذا هذه المحاولة الاخيرة اصبحت له هذه القناعة في حين لسنوات عديدة كان هو مصاب بقناعات الفشل يعني يقول لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال إلا عن طريق أننا نقوم بالتعرف على شخصية هذا الشخص بعمق لكن بصورة احتمالية يعني هو يعطي الأسباب بصورة احتمالية يقول السبب هو الخوف لكن الاحتمالية الأكثر بسبب الفشل وكما قلنا يعني هو الخوف الخوف هو العامل الرئيسي الذي يقوم بتدمير البناء الإيجابي نكتب هذا الخوف هو العامل الرئيسي الذي يقوم بتدمير بناءاتنا الإيجابية بمعنى أهدافنا كان يخاف من الفشل صاحبنا الذي كان ينقب على النفط يخاف من الفشل كما أيضاً أكرر وضحناه وهذه النظرة الخوف من الفشل عكست الخوف من الفشل يعكس بناءاتك الإيجابية إلى بناءات سلبية مهم هذا الذي يقوله الكاتب الخوف من الفشل يعكس بناءاتك الإيجابية إلى بناءات سلبية يقول لم يستطع أن يربح على طول ما كان الخوف يشغله لم يستطع أن يربح وكرر على طول الخط عندما كان الخوف باقي معاه لاحظوا هذا المهم الآن ننتبه الآن في النهاية يقول الكاتب في النهاية when he had reached the absolute bottom when the business he loved had rejected him and the man in it no longer would hire him fear simply left him الآن وصلي إلى ماذا لم يخاف من الخوف لأنه خسر كل شيء هنا الخوف تركه وتسمعون يعني أيضا هذا الكلام الآتي تسمعون الذي هو يقول أنا خسرت كل شيء فلا أكترف فلا أكترف لما يحدث فهذا يحدث في حياة الناس everything bad had happened already كل شيء سيء هو حدث له لاحظوا فليس هناك يداعي للخوف وكرر ما يقوله الكاتب everything bad had happened already what more was there to fear إذن ماذا بقى في أن يخاف منه and in this psychologically relieved attitude the secret self was able to get through the mask of vanity and the ensuing vision inevitably brought success في هذه اللحظات هنا بدأ العقل الكوني يختريقه لاحظوا العقل الكوني بدأ يختريقه بمعنى يتصل معه بمعنى يتصل معه فمن من يخاف هذا الشعور هو خسر كل شيء فمن من يخاف فهنا العقل الكوني بدأ يختريقه بمعنى يتصل معه وهنا نجح هنا نجد أصبحت له القناعة المطلقة بالنجاح فنجح في المحاولة ليس فقط يعني نقول نجح في المحاولة القصة جدا مثيرة القصة جدا جدا مثيرة في كيفية أن الكون هو هذا المهم القصة في يعني الإثارة الموجودة في القصة أن الكون قام بتغيير ظروف هذا الشخص أخونا عن طريق ظروف أبداً لا يخطر على بال أي شخص وهو كما قرأتم وهو ظروف التقائه برجل 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 في الحديقة يطعم السناجب فكروا بهذا أليس هذا موقفاً في غاية الدهشة فكتبت هنا أنا أيضاً عندما أعلننا عن الحلقة ونكرر نقرأ التالي أصحاب الهدف قسم منهم تجدهم ينسحبون بعد سنة أو سنتين أو خمسة سنوات يقول هذا الهدف صعب أو لا أملك المال لا أملك المصادر عائلتي كذا صديقي كذا يدخل في وعيهم الشك والخوف كما قرأتم في هذه القصة كيف هذا الشخص خمسة وثلاثين سنة هو لم ينجح فبالتالي بسبب الشك تجد الأشخاص يتركون الهدف فنقول أخي وأختي مرة أخرى عليك أن تؤمن بأهدافك لاحظ فكز على هذه الكلمات وأن تعيش متيقنا متيقنا لاحظ أن الكون يدعمك هكذا هذا المهم هذا نقدره متيقنا أن الكون يدعمك والكون يفتح أمامك فرص عظيمة في النجاح والتفوق سواء كنت يعني سواء كانت أهدافك تريد أن تسافر أو تبدع في اختصاص دراسي أو عمل أو بزنس معين أو علاقة عاطفية تحتاج أن تؤمن بأن الهدف هو خطة الكون لك في أن تنجح في الحياة لا تستسلم قاوم شعور الاستسلام تحتاج أن تؤمن بأن الهدف هو خطة الكون لك في أن تنجح في الحياة لا تستسلم قاوم شعور الاستسلام استمر بالبناء الإيجابي طور مهارات البناء الإيجابي تحدثنا في حلقات عديدة حول كيفية تطويرك لمهارات البناء الإيجابي ثق بنفسك أيضا المهم أن تفرح باستمرار هذا مهم أن تطور باستمرار أن تطور باستمرار مهارات اتحادك بالكون مثلا تطبق الصلاة العلمية باستمرار تطبق الصلاة العلمية باستمرار تعيش تفاصيل الهدف وضحنا هذا في حلقات سابقة تعيش تفاصيل هذا الهدف وتحدثنا حول كيفية معيشتك بتفاصيل هذا الهدف أيضا وضحناها يعني الكون هو كون يحبك كون يريدك أن تنجح أليست رائعة هذه القصة شباب رائعة جدا جدا مثيرة تكتشفون مدى جمالية الكون وروعة الكون وذكاء الكون في حديقة فكر بهذا في حديقة يلتقي بشخص لم يعرفوا سابقا لم يتعاملوا سابقا وجالسين في مطعم بعدها قرروا أن يجلسوا في مطعم يتناول الطعام ويدعمه يجهز هذا الشخص بالمال وينجح صاحبنا في هذه المحاولة ويصبح ثريا يصبح ناجحا بعد خمسة وثلاثين سنة من عدم النجاح من حالات عدم النجاح التي كانت التي كان يعيشها صاحبنا أشكركم أخواني وخواتي على متابعتكم هذه الحلقة وصلي من أجلكم أن الرب يملأكم بالطموح وبالإرادة وبالاستمرارية والإصرار على أنكم تعيشون الهدف وهو متحقق في النهاية أقول لكم شيء مهم اكتبوه على ورقة مع الإنسان غير ممكن لكن مع الله كل شيء ممكن فأي هدف لديك الآن قول معي هذا قول مع الإنسان غير ممكن لكن مع الله كل شيء ممكن الله بمعنى الفرص الغير المحدود الله بمعنى الحماية يملوك بالحماية يملوك بالمال يملوك بالسعادة يملوك بالجمال يملوك بالفرح يملأك بالهدوء هذا هو الله الله محبة فيك وحولك يزودك باستمرار بكل الفرص الغير محدودة أشكركم مرة أخرى أراكم في الحلقات القادمة تقبلوا تحياتي أخوكم شون رو